يمكن لحيوان واحد أن ينجز الكثير بنفسه ولكن بنسبة للبعض كلما زاد عدد العاملين معا زادت فرصتهم في البقاء على قيد الحياة سواء كان الأمر يتعلق بمئة ألف طائر يتحدون لتفادي حيوان مفترس أو أربعين حوتا يتحدون معا لهزيمة أكبر حيوان في الوجود أو مجرد نوعين مختلفين يساعدان بعضهم البعض عندما تعمل الحيوانات معا فلا حدود لها على الإطلاق نعم القوة والسرعة لها مكانها ولكن إذا كنت تريد قوة حقيقية فالأمر كله يعتمد على قوة العدد في مملكة الحيوان مرة واحدة في السنة تقوم طيور الزرزور في أوروبا وأمريكا الشمالية بهجرتها الطويلة جنوبا لفصل الشتاء ولكن بحجم يتراوح من 18 إلى 23 سنتم فقط تحتاج الطيور إلى بعضها البعض للنجاة خلال الرحلة لماذا؟ لأنهم على طول الطريق يكونون عرضة للهجوم من مفترساتهم الشريرة سقور الشهين عند مواجهة سقر جائع يعتمد دفاع القطيع على قوة العدد في حين أن طائر الزرزور الذي يواجه السقر بمفرده سيصبح من الماضي فبالألاف أو حتى مئات الألاف تنقلب المعادلة فجأة تشكل الزرزور ما يسمى ميرموريشن حيث تطير جميعها معا في تزامن مثلي النتيجة مذهلة تماما وليس فقط لأنه من المستحيل عمليا على المفترس التنبؤ بخطواتهم التالية ولكن هذه التجمعات قادرة على التحرك بسرعة تتجاوز 145 كم في الساعة مما يزيد من حيرة المفترس ولكن كيف يتحركون معا بشكل وثيق وبسرعة دون أن يصطدموا ببعضهم البعض حسنا يعتقد العلماء أن كل زرزور يتواصل مع عدد قليل من الطيور الأخرى القريبة ويتبع إشاراتهم وينسخ تحركاتهم في عملية تعرف باسم الارتباط الخالي من المقاييس لذلك عندما يتحرك أحد الطيور تنسخ ذلك الأخرى من حوله مثل نبض يتموج عبر السرب لكنها ليست طريقة مضمونة لتجنب الحيوانات المفترسة يمكن للسقور أن تشن هجوما مفاجئا يؤدي إلى طرد الطائر من المجموعة يتمتع المفترس بفرصة أفضل بكثير أمام طائر واحد يمكنه تتبعه على عكس مئات الآلاف من الطيور التي تتدحرج فوق بعضها البعض ولكن الزرزور قد تفاعلت مع هذا أيضا تعيد الطيور ترتيب المجموعة بحيث لا يكون من الواضح دائما أي الطيور تقود المجموعة بهذا لا يكون لدى الصقر أي فكرة عن المكان الذي سيتحرك فيه السرب بعد ذلك أو أي طائر سيكون من الأسهل إزاحته نعم يمكن لهذه الطيور الصغيرة بالمئات أو بالآلاف عكس المعركة والتغلب على الحيوانات المفترسة ونحصل نحن على عرض مذهل جماعة الجاموس من السماء إلى السافانة الآن حان الوقت للتعرف على الجاموس في سهول أفريقيا الواسعة والمفتوحة يتعرض الجاموس لخطر مستمر من الحيوانات المفترسة الأعلى في النظام البيئي الأسود لحماية أنفسهم تتحد الجاموس معا ليس في قطعان مكون من عشرة أو حتى مئة بل ما يصل إلى ألف مع زمرة الأسود التي تتراوح من فردين إلى أربعين فردا يكون للجاموس اليد العليا من حيث العدد وبالتالي القوة عند السفر في مجموعات كبيرة مثل هذا يكون من الصعب جدا التغلب على الجواميس أثناء سفر القطيع تتم حماية الجواميس الأصغر والأضعف في منتصف المجموعة بحلقة خارجية من الأعضاء الأقوى معا يمكن للقطيع أن يتعاون لحماية الضعفة وحراسة الأهداف الأسهل من هجمات الأسود المفاجئة لكنهم لا يستخدمون أعدادهم للدفاع فقط يمكن لقطعان الجاموس أن تشن هجوما فتطارد مجموعات كاملة من الأسود أو حتى تباغت أسودا نائمة تتحد الجواميس معا وتقتحم زمرة الأسود فتشتت التي تصيقث وتدوس على تلك التي تظل نائمة واحدا ضد واحد قد يكون للأسد الأفضلية ولكن عندما يهجم القطيع بأكمله نادرا ما تتاح للأسود فرصة حتى لو نجح الأسد في إسقاط جاموس فقد يستغرق الأمر ما يقرب من ثلاثين دقيقة لقتله فعليا تمتلك الجواميس جلودا قاسية للغاية مما يجعل السيطرة عليها أصعب بكثير من معظم الفرائس ولكن عندما يتعلق الأمر بالجاموس إذا هاجمت واحدا فإنك ستغضب القطيع بأكمله قد تبدو لذيذة للأسد لكن من المؤكد أن هذه الحيوانات ليست وجبة سهلة ربما سمعت أنه إذا استخدمت نحلة العسل لدغتها فإنها ستموت بعد فترة وجيزة ولكن هذا ليس هو الحال دائما إذا لدغت نحلة حيوانا ثديا ذو جلد لحمي فإن شوكة إبرتها ستلتصق مما يؤدي إلى تمزيق النحلة من الداخل مما يؤدي إلى نهاية مروعة ولكن مع الحيوانات المفترسة لهذه الحشرة مثل العناكب لا تلتصق الشوكة مما يسمح للنحلة بإيصال سمها من خلال العديد من اللساعات المؤلمة على الرغم من أنه نادرا ما تقاوم نحلة واحدة فقط يمكن أن يعيش نحل العسل في خلايا مع ما يزيد عن ستين ألف نحلة أخرى وعندما تقوم أحدها باللسع فإنها تطلق فيرمون إنذار لتنبيه النحل الآخر المجاور بوجود دخيل هذا يعطي النحل هدفا واضحا مما يؤدي إلى تراكم النحل الغاضب الذي يلسع بشدة ويهاجم المفترس الغبية بما يكفي للاعتقاد بأنه يمكنه الاستلاء على خلية بأكملها على الرغم من أن هذه ليست الطريقة الوحيدة التي يدافع بها النحل عن منازلهم تعلمت إحدى الأنواع الفرعية المعروفة باسم نحل العسل الياباني طريقة دفاع فريدة لا تتضمن إبرها إذا اكتشفوا حيوانا مفترسا مثل الدبور الأسيوي العملاق يقوم النحل بتكوين كرة ضيقة حوله ويضربون بأجنحتهم بشكل محموم لكنهم لا يحاولون رفعه في الهواء وإسقاطه على الأرض بل يولدون الحرارة الكثير منها تتحول كتلة أجسادهم المتحركة إلى فرن تبلغ حرارته 47 درجة مما يشوي الدبور حيا ولكن كيف ينجو النحل في هذه الكرات شديدة الحرارة؟ حسنا يمكن لنحل العسل الياباني أن يعيش في درجات أعلى من 2.7 إلى 5 درجات مئوية من الدبابير العملاقة لذا بشكل لا يصدق فإنهم يتحكمون في درجة الحرارة المشتركة لكرات النحل مما يضمن أنها لا تصبح ساخنة للغاية بحيث لا يمكنهم التعامل معها بينما يقومون بشوي عدوهم حيا الآن هذا ما نسميه الطنين المزعج الآن أشعر بالفضول ما هو الأسوأ في رأيك أن تداس من قبل قطيع من الجواميس أو أن تشوى حتى الموت بكرة من النحل لاختيار الجاموس اضغط على زر الإعجاب وللنحل اضغط للاشتراك وإذا كنت تعتقد أنهما مرعبين بنفس القدر فاضغط عليك إليهما حسنا أين كنا؟ سلوك القطيع سيخبرك أي مزارع أن الأغنام هي من أغبى الحيوانات على هذا الكوكب ولكن عندما يجتمعون معا في قطيع يمكن أن يتغير كل شيء في مجموعات تتراوح من خمسة إلى خمسمائة تبدأ الأغنام في إظهار ما يعرف بي سلوك القطيع سوف يتجمعون بالقرب من بعضهم البعض ويصبحون متوترين عندما ينفصلون عن أفراد القطيع ويتبعون القائد بطبيعتهم لذلك إذا بدأ أحد الأغنام في التحرك فإن البقية عادة ما تتبعه بغض النظر عن حجم القطيع أو حجم الفجوة التي يتعين عليهم جميعا اجتيازها ولكن لماذا يفعلون هذا؟ حسنا الأغنام هي من الفرائص الطبيعية وليس لديها الكثير من طرق الدفاع بصرف النظر عن أعدادها الهائلة والتي يمكن أن تضغى على العديد من المفترسات إذا هاجم حيوان مفترس القطيع فسوف تندفع الأغنام في اتجاهات مختلفة لإرباكه عندما يحدث ذلك تتفرق مئات الأغنام بشكل كبير بعد التشتت يقومون بالتجمع في تشكيل محكم لضرء التهديد والنتيجة هي دراما جميلة بشكل غريب حيث تبقى الأغنام معا وتتسابق بعيدا عن الموت المحقق تحدث عن هروب جماعي اتباع القائد هل سبق لك أن نظرت إلى السماء ورأيت الطيور تحلق على شكل حرف V إذا كان الأمر كذلك فهناك احتمال كبير أن تكون تلك الطيور إوزا في تشكيل يتكون من حوالي 25 فردا وأحيانا أكثر يعمل الإوز معا للحفاظ على طاقته مع تحليق كل طائر أعلى بقليل من الطائر الذي أمامه يستطيع الإوز التحكم في اتجاه مقاومة الرياح نظرا لأن الطير الموجود على رأس المجموعة يواجه أكبر قدر من السحب فإن الطيور تتناوب على الطيران في المقدمة وتتراجع عندما تتعب من خلال العمل معا يمكن للإوز أن يطير لفترة أطول مع مواجهة معظمها لمقاومة أقل للرياح إذن ماذا سيحدث إذا هاجرت الإوزة بمفردها؟ حسنا هذا ما يفعله البجع والنتائج ليست مثالية بمفرده في مواجهة الريحي يضطر البجع الواحد إلى ضرب جناحيه بوتيرة أكبر مما يسبب الإجهاد وارتفاع معدل ضربات القلب من ناحية أخرى تبذل مجموعة من الإوز طاقة أقل بشكل عام حتى تتمكن من الاستمرار في الطيران ليس هذا فحسب بل إن شكل V يعني أن الإوزة يمكنه ضمان تواجد المجموعة بأكملها معا عند الطيران في ظروف صعبة مع وجود خطر انقضاد الطيور الجارحة في أي وقت تحتاج الجماعة إلى معرفة من لا يزال موجودا ومن لم ينجو وإذا شعرت أنك لاحظت هذا الشكل في مكان آخر فقد يكون السبب هو أن الطيارين المقاتلين يسافرون في نفس التشكيل لنفس السبب بالضبط هذا صحيح في تكوين آمن كهذا لا يوجد مكان على وجه الأرض لا يستطيع الإوز الوصول إليه حتى هونغ كونغ رحلة مجانية تعلم الحيوانات عادة أن وجود عدد كبير جدا من الأعضاء في مجموعتها يمكن أن يضر بفرص نجاتها ولكن ليس دائما في حين أن العث والخنافس الدافين تبارعون في العمل معا في بعض الأحيان يمكن أن يصبح العدد الهائل من العث حسنا غامرا لن ألومك إذا اعتقدت أن هذه العث كانت تحاول قتل هذه الخنفساء ولكن ماذا لو أخبرتك أنهم كانوا يحاولون فقط الحصول على توصيل مجاني؟ نعم نظرا لأن الخنافس الدافينة تضع بيضها في جثث الحيوانات يتعين على الخنافس أن تتنافس مع طفان بيض الذباب والديدان التي غالبا ما تصل إلى هناك أولا لا تستطيع خنفساء واحدة وحدها أن تأكل ما يكفي من الديدان والبيض لإفساح المجال ليرقاتها لذا فهي تجلب معها العث الذي يأكل الديدان وبيض الذبابة ويرقات أي شيء ليس من الخنفساء الدافنة في مقابل إفساح المجال يحصر العث على رحلة مجانية من جثة إلى أخرى وتنجح الصفقة للجميع حسنا إلا إذا انتهى بهم الأمر في موقف مثل هذا إذا أصبح العدد الهائل من العث الذي يستفيد من رحلة الخنفساء المجانية أكثر من اللازم فسوف يطغى على مضيفه ويمنعه من القدرة على التحرك لذا فإن الأمر برمته يكمن في الإسم قد تكون أعداد العث العابثة أقوى من قدرة الخنفساء العابثة هناك الكثير لتحبه بشأن ثعالب الماء ومع ذلك فإن أكثر الميزات المحبوبة هي الطريقة التي يعملون بها معا غريزيا تحتوي عائلات ثعالب البحر على ما يصل إلى مئة فرد ولكن من المفيد لها أن تبقى بأعداد زوجية دائما لماذا؟ حسنا لأنه لكي يبقوا معا عليهم أن يمسكوا بأيديهم الآن نادرا ما تتجول ثعالب البحر على الأرض وتبقى في الماء ما لم تكن في خطر حقيقي لهذا السبب يحتاجون إلى طريقة للبقاء معا حتى عندما ينامون لذا فهم يمسكوا أيدي بعضا عندما يأخذون قيلولة لمنع بعضهم البعض من الطفو بعيدا في بعض الحالات يبدأ ذكر ثعالب الماء في الإمساك بيد الأنثى للاحتفاظ حرفيا بشركته هذا يشير إلى ثعالب الماء الأخرى أن الأنثى قد وجدت بالفعل شريكة تزاوج الخاص بها وربما يشير أيضا إلى أنه غير جدا على الرغم من ذكائهم إلا أن هذه ليست الطريقة الوحيدة التي تكيفت بها ثعالب الماء للعمل معا على الرغم من صغر حجمها فإن معظم أنواع ثعالب الماء تظهر شجاعة هائلة عندما تواجه حيوانا مفترسا هذا صحيح إذا تعرضت العائلة للهجوم فلا يوجد شيء لن تفعله المجموعة للتخلص من التهديد من المعروف أن ثعالب الماء النهرية تقتل التماسيح التي تأتي إلى بركتها بحثا عن الطعام أو في معركة كانوا سيخسرونها بالتأكيد لولا ذلك قامت ثعالب الماء العملاقة بإخافة النمور من خلال التجمع معا وتخويف القطة الكبيرة يا رجل ما أروع قوة العدد التالي على قائمتنا للمخلوقات المتعاونة هو الدجاج الحبشي الطيور الحبشية هي طيور برية توجد في الغالب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وربما بنسبة لي فقط لكن ألا تبدو مثل شخصيات فيلم هروب الدجاج حسنا مثل تلك الدجاجات تدرك الطيور الحبشية أهمية العمل معا لتحقيق أهدافها في المزرعة يكون الدجاج الحبشي تحت رحمة الحيوانات المفترسة المتجولة تعمل الطيور الاجتماعية التي تزدهر في مجموعات مكونة من ستة طيور على الأقل معا لإصدار صوت مهيب يخيف العدو حسنا على الأقل لن تقلق أبدا بشأن تسلل هذه الطيور خلف ظهرك أثناء تنبيه بقية القطية ينبه إنذار الدجاج الحبشي أيضا الحيوانات الأخرى وكذلك المزارعين إلى خطر يقترب خطر في شكل ثعبان ماكر وزلق على سبيل المثال من الصعب اكتشاف هذه الزواحف خاصة عندما تندمج في العشب المحيط من المخيف أن الثعابين تقتل ما لا يقل عن ثمانين ألف شخص كل عام نهك عن الطيور الحبشية لكنهم ليسوا ضعفاء كما يبدو في مجموعات تتراوح ما بين عشرين إلى ثلاثين تقريبا من المعروف أن الطيور الحبشية تحيط بالثعابين الصغيرة التي يقل طولها عن ثلاثين سنتمترا تغلق الصفوف وتتناوب في مهاجمتها حتى الموت قد يكون الثعبان قادرا على مواجهة واحدة أو اثنتين لكن ليس لديه فرصة لمحاربة العديد من هذه الطيور يبدو أن هذه الحيوانات قد تكون الرادعة المثالية لأي مزارع بشرط أن تتمكن من التعامل مع الصراخ لقد رأينا كيف يمكن للحيوانات تحقيق القوة من خلال الاتحاد معا ولكن ليس كل تعاون الحيوانات يعتمد على الأعداد وحدها من المثير للدهشة أن حيوانين لا يوجد بينهما أي شيء مشترك مثل التمساح والطائر الزقزق يستطيع أن إيجاد طريقة لمساعدة بعضهم البعض من خلال طب الأسنان أعني أوافق على أنه لا يوجد شيء أكثر إزعاجا من التصاق الأشياء بأسنانك وهو أمر يؤثر على الإنسان والحيوان ولكن بدون طبيب أسنان أو كما تعلم أصابع تحتاج التماسيح إلى بعض المساعدات في إخراج تلك القطع المزعجة من الطعام والحطام وحتى الطفيليات من أسنانها وهنا يأتي دور طائر القطاط المصري غالبا ما تبقي التماسيح أفواهها مفتوحة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة وأثناء قيامها بذلك يحط الطائر على أسنان التمساح ويبدأ في التقاط الطعام بالنسبة للزقزاق هذه طريقة رائعة لتناول وجبة وبالنسبة للتمساح فهي طريقة مريحة لتنظيف أسنانه يمكن أن يكون فم التمساح عرضة للإصابة بالعدوى لذا فإن زيارة اختصاصه صحة الزقزاق يمكن أن تساعده كثيرا حقيقة أن هذا الحيوان اللاحم العملاق لا يحاول أكل الزقزاق بينما يجلس بلا حول ولا قوة في فمه يظهر فقط تقدير هذا المفترس الكبير أو شجاعة ذلك الطائر هناك العديد من الأشياء التي يمكن لأنقليس مراي القيام بها ولا يمكننا نحن البشر القيام بها شم رائحة الفريسة إنتاج مخاط محمل بالسموم وكما تعلم التنفس تحت الماء ولكن الشيء الوحيد الذي لا تستطيع هذه المخلوقات البحرية فعله هو تنظيف أسنانها لحل ذلك تتعاون أنقليس مراي مع أطباء أسنان المحيط اللابروس الأزرق المنظف عندما تفتح الأنقليس فمها وتغلقها بشكل إيقاعي تنتقل هذه الأسماك الصغيرة داخل فم الثعبان وتأكل الطفيليات والأنسجة الميتة بداخله مع أن يستفيد كل من الأنقليس وسمك اللابروس يتم الحفاظ على جلد وأسنان الأنقليس نظيفة وصحية ويحصل سمك اللابروس على وجبة وحماية من الأسماك الكبيرة في الواقع يقدر سمك اللابروس هذه العلاقات كثيرا لدرجة أنه لا يتوقف عند الأنقليس فحسب من المعروف أن الأسماك المنظفة تقوم بتنظيف أسماك شيطان البحر الهامور وحتى البركودا لذا إذا كنت خائفا من طبيب الأسنان فلماذا لا تشتري لابروسا منظفا لمساعدتك بدلا من ذلك؟ أنا أمزح بالطبع إن الذهاب لمحترف ستكون دائما أفضل من وضع سمكة صغيرة عاجزة في فمك يعتبر الأوركال منفرد مشهدا مخيفا للغاية أعني أنها تعرف أيضا باسم الحيتان القاتلة لسبب ما لذا تخيل فقط التهديد الذي تشكله مجموعات كبيرة تتراوح ما بين عشرة إلى أربعين من هذه الحيتان المثيرة للقلق علاوة على ذلك فإن معظم مجموعات الأوركا تلتصق ببعضها البعض طوال حياتها مما يمنحها الكثير من الوقت للعمل على التنصيق فيما بينها بمجرد العثور على وجبتهم التالية تعمل الحيتان القاتلة معا لعزل فرائسها في مجموعات صغيرة مع وجود كل المجموعة هناك يمكنهم طاردة فريستهم واللعب بها واستنفادها حتى تصبح ضعيفة بما يكفي للتوقف عن القتال لنفترض أن هناك عشرة حيتان تقوم بالصيد يتم تقسيم الطاقة بين المجموعة هذا يعني أن كل حوت يبذل طاقة أقل بكثير مما يبذله للصيد بمفرده وكلما زاد عدد الحيتان القاتلة أصبح من الأسهل محاصرة الفريسة هذا يمنع الحاجة إلى مطاردات طويلة ومتعبة مما يساعد الأوركا على توفير المزيد من الطاقة ولكن الأمر الأكثر رعبا هو أن الحيتان القاتلة تدرك أن لديها المزيد من القوة عندما يكون عددها أكبر في الواقع يمكن أن تصبح قوية جدا لدرجة أنه من المعروف أن المجموعات تفترس مجموعة من الكائنات البحرية المرعبة مثل الحبار العملاق الدلفين حيتان العنبر وحتى الحيتان الزرقاء نعم ليس لدى الأوركا أي مشكلة في محاولة التغلب على أكبر حيوان على هذا الكوكب والذي يمكن أن يصل طوله إلى أكثر من ثلاثين مترا ووزنه إلى مئتي طن ولكن كيف يصطادون مثل هذه الفريسة الكبيرة؟ حسنا تدور الحيتان القاتل حول هدفها مما يزيد من صعوبة هروب الحيوان سيتواصلون أيضا تحت الماء باستخدام نظام معقد من المكالمات الصوتية هذا يضمن أن يكون كل فرد من الأوركا في المكان الذي يجب أن يكون فيه بالضبط مما يعني أن أي هجوم يقومون به هو مخطط منسق بشكل قاتل لستم متأكدا مما إذا كان هذا رائعا أم مرعبا؟ في ظل رياح القطب الجنوبي القاسي التي تبلغ 193 كم في الساعة ومع انخفاض الحرارة إلى ناقص 50 درجة مئوية تواجه بطاريق الإمبراطور مهمة صعبة في الحفاظ على الدفء لهذا السبب تعيش هذه الطيور القوية في مستعمرات مع ما يصل إلى عشرة ألاف طائر آخر ليس فقط من أجل الدهم المعنوي ولكن من أجل الدفء للحفاظ على حرارة أجسامها الثمينة أثناء وجودها على الأرض تتجمع بطاريق الإمبراطور معا مع ظهورها ضد اتجاه الرياح وتتجه نحو الأسفل وتتشارك حرارة أجسامها الجمعية في ظل هذه الأعداد الضخمة يجب أن تظل طيور البطاريق مكتظة بإحكام إذا تحرك أحد الطيور خطوة واحدة فيجب على المجموعة بأكملها أيضا أن تتحرك لاستيعاب المساحة المفتوحة والبقاء دافئين تشير الأبحاث إلى أنهم يقومون بحركات صغيرة كل 30 إلى 60 ثانية تقريبا حيث يسافرون من 5 إلى 10 سنتمترات فقط مع كل خطوة مع مرور الوقت يؤدي هذا إلى إعادة تنظيم كبير للتجمع بحيث يحصل الأفراد الموجودون على الحافة في النهاية على دور لتدفئة في المنتصف الآن في الوقت الحقيقي يبدو أن الطيور البطاريق واقفة في مكانها ليست مثيرة للاهتمام في البداية لكن اللقطات المسرحة تحكي قصة مختلفة عند التسريع نرى كيف تتحرك طيور البطاريق في أمواج تحرك هذه الموجات المجموعة ويتم تحفيزها عندما ينضم بطاريق جديد إلى التجمع بقدر ما يبدو الأمر مريحا فإن الطيور البطاريق الفردية عادة ما تقضي حوالي 50 دقيقة فقط في التجمع ذلك لأن درجات الحرارة في الداخل يمكن أن تصبح ساخنة جدا تصل إلى 38 درجة وللطيور حدود يمكنها تحملها لذا إذا كنت لا تستطيع تحمل الحرارة فخرج من التجمع لقد رأينا كيف يمكن للفرائس أن تعمل معا ولكن هل تعلم أن المفترسات يمكنها أن تفعل الشيء نفسه بالضبط خذ الذئب والغرير على سبيل المثال عندما يلتقي هذان المفترسان ببعضهما البعض فإنهما لا يتقاتلان بدلا من ذلك يعملان معا مما يضاعف قوة الصيد لديهما ولكن إليك الشيء الغريب الذئاب هي مخلوقات منعزلة في معظم الأوقات إما تعيش بمفردها أو في مجموعات عائلية صغيرة تكمن فائدة التعاون مع الغرير في أنه عند استياد فريسة مراوغة تفضل الاختباء يحكم الذئب المناطق الموجودة فوق سطح الأرض بينما يسود الغرير تحتها أثناء الصيد سيطارد الذئب الفريسة على مستوى الأرض مع استعداد الغرير للسيطرة عليها في حالة توجهها تحت الأرض لنفترض أن الفريسة هي حيوان جحر مثل السنجاب الأرضي تصطاد الذئاب التي تعمل مع الغرير السناجبة بمقدار واحد على ثلاثة أكثر من الذئاب التي تعمل بمفردها لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الحيوانين يحبان بعضهما البعض فإنهما يتنافسان على نفس الوجبة إلا أن الاثنين يحافظان على الطاقة عندما يقسمان العمل بينهما وهذا يعني عملا أقل مقابل طعام أكثر وهو ما أسميه ربحا للجانبين لا يوجد مخلوق أكثر رعبا في المحيط بأكمله من سمكة القرش أيا كنت سمكة أو صديقا إذا هاجمك قرش فستتجه مباشرة إلى قبرك المائي هذا ما لم تكن دلفينا قاروري الأنف في الماضي كان من المعروف أن الدلافين تقتل القرش وعلى الرغم من أن الدلافين لا يمكنها أبدا القيام بذلك بمفردها إلا أنها في مجموعات مكونة من عشرين تقريبا يمكنها شن هجوم قوي جدا على الرغم من أنها ليست مهمة سهلة يمكن أن تنمو بعض أنواع القرش مثل أسماك القرش البيضاء الكبيرة حتى يصل طولها إلى 6.4 أمتار ولها جلد قاس يشبه ورق السنفرة ولا يمكن اختراقه إلا بأسنان حادة مثل أسنانها بالمقارنة يمكن أن تنمو الدلافين قارورية الأنف بطول حوالي 3.7 أمتار فقط ويمكن ثقب جلدها الناعم بسهولة لكن الميزة التي تتمتع بها الدلافين هي خفة الحركة، السرعة، وحجم المجموعة في حين أن القروش بطيئة نسبيا وتصطاد منعزلة فإن الدلافين حيوانات رشيقة واجتماعية تسبح جميعا للدفاع عن أحد أفراد المجموعة في حالة هجوم سمك القرش يتكون أنف الدلافين من عظم سميك ذو نهاية حد والتي يمكن أن توجه ضربة قاسية للقرش وخاصة لبطن القرش النعم حتى لو لم يؤدي هذا إلى إصابة القرش بإصابة قاتلة فإن هذه الضربات المتكررة يمكن أن تكون كافية لجعله يفكر مليا قبل استهداف المجموعة أعتقد أن هذه طريقة ممتازة لتحويل المد الآن رأينا الحيوانات في جميع أنحاء العالم تضطر إلى الاعتماد على بعضها البعض من أجل البقاء لكن هل تعلم ما الذي قد يذيب قلبك حقا؟ إذا كان هناك حيوانا من نوعين مختلفين قد شكلا صداقة وثيقة بطريقة ما آه وهل لا نظرت إلى هذا؟ تعرف على بابوز الفيل الأفريقي وبيلا كلبة اللابرادور السوداء كلاهما من سكان ميرتل بيتش سفاري في كارولاين الجنوبية وأصبحت أفضل الأصدقاء مع مرور الوقت غالبا ما يمكن رؤية الاثنتين وهما تلعبان مع بعضهم البعض في الماء ترمي بابوز الكرة بخرطومها بينما تقفز بيلا من ظهر بابوز وتسبح لاستعادة الكرة إذا لم يكن هذا لطيفا فلا أعرف ماذا يكون تنحدر بابوز في الأصل من أفريقيا ولكنها جاءت إلى الملجأ في عام 83 بعد مقتل والديها على يد الصيادين بسبب أنيابهم العاجية لقد تم الاعتناء بها جيدا حتى أنها ظهرت على الشاشة الفضية في فيلم ايس فانتشورو والنيتشور كوز لكن في عام 2007 تخلى أحد المقاولين الذي استأجرته المؤسسة لبناء مسبح عن جروته السوداء من نوع لابرادور هناك بدلا من التوقي إلى مالكها شكلت علاقة غير متوقعة ولكن وثيقة بشكل لا يصدق مع بابوز من خلال حبهم المشترك للنشاطات المائية وحتى يومنا هذا لا يمكن فصل الثنائي الديناميكي أبدا ربما لأنه من المفيد حقا أن يكون لديك صديق يعمل أيضا كمنصة غوص أي من هذه المخلوقات المتعاونة تعتقد أنها الأقوى؟ وهل سبق لك أن رأيت أي ثنائي بأم عينيك؟ أخبرني في التعليقات أدنى وشكرا على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر